واحدة بتقول كنتم مخطوبة لابن عمي وفكيت الخطوبة لعدم وجود تفاهم بيننا وكانت امي مغتنعة بذلك انها تفك خطوبة عمي وبيتقدم لي الكثير فامي سألت راهد في البلد وقالت اسم البلد معروف لدى الناس انه من السواح فقال لها تاخد ابن عمها فرافضت امي هذا الشاب والان تقدم ليه شخص وانا ارتاح ليه وامي ترفض وتقول اخاف مخالفة كلام الله الذي جاء على حصان ابونا اولا ابنتي ما عندناش السواح في البلد دي بتاعتك يعني ايه كلمة سواح كلمة سواح يعني انسان سايح في الجبال في البرية الجوانية يعيش في مغارة بعيدة ما فيش حد من الناس يشوفوا فيها فاذا تعرف مكانه يسيب المغارة دي ويخش جوه في البرية الجوانية وبعض السواح كانوا يعيشوا في اماكن على بعد ايام طويلة جدا للوصول اليها اذا عرف المكان فالسواح لا الا لو كان السواح الاجانب دي دي حاجة تاني وهذا الاب الراهب ايه اللي نزلوا بلدكم نزل يعمل ايه وايه اللي خلناك يقابل والدتك وينصحها النصيحة وايه اللي عرفه بابن عمك وهل جات له رؤية وهل شرح لكم الرؤية دي ولو كانت رؤية هل هي فعلا من السماء والاخداع يا بنتي مدام انت مش مستريحة لابن عمك فلو اتجوزتي ايه هتعيشي على خلاف معها لانك مش مستريحة ليه ولا هتنفعك امك بحاجة ابدا تقولك اتجوزتي عمك انت مش مستريحة تتجوزيه ازاي بتقول نازا افعل قول لوزبتك البابا بيقولك ابعتلنا السايح تانشوفه بدل ما هو يستوحك معها نعم حاجة عجيبة ايه اللي دخل للرغبان في الزيجال انت تتجوز له تشده هو ما لره انت تتخلق اظن ما لره بيقولك قوس مستريحة انت تتخلق انت تتخلق انت تتخلق انت تركه